الهيكل المحوري بيشمع كل من العمود الفقري والجنجمة والقفص الصدري أول مكون من مكونات الهيكل المحوري هو العمود الفقري العمود الفقري بيعتبر محور الهيكل العظمي العمود الفقري بيتصل من أعلى بالجنجمة وفي مطقة الصدر بيتصل بالقفص الصدري والطرفان العلويان بوسطة عظام الكتف ومن أسفل العمود الفقري بيتصل بالطرفان السفليان بواسطة عزام لحوض العمود الفقري بيتكون من 33 فقرة بتلقسم إلى 5 مجموعات وبتختلف في شكلها طبقاً لمنطقة وجودها أول مجموعة من مجموعات العمود الفقري هي الفقرات العنقية والفقرات العنقية بيكون عددهم 7 وبيكون ترتبهم من 1 إلى 7 بتتواجد الفقرات العنقية في منطقة العق وبيكون حجمها متوسطة الحج ومن حيث نوعها سواء كانت متمفصلة أو غير متمفصلة فالفقرات العنقية بتكون فقرات متمفصلة ثاني مجموعة من مجموعات العمود الفقري هي الفقرات الزهرية أو الفقرات الصدرية عدد الفقرات الزهرية 12 فقرة فبيكون ترتبهم من 8 إلى 19 بتتواجد الفقرات الزهرية في منطقة الصدر وبيكون حجمهم أكبر من الفقرات العنقية ونوعها من حيث التمفصل بتكون فقرات متمفصلة المجموعة الثالثة من العمود الفقري هي الفقرات القطنية وعدد الفقرات القطنية 5 فقرات وبيكون ترتيب الفقرات القطنية في العمود الفقري من الفقرة العشرين إلى الفقرة 24 بتتواجد الفقرات القطنية في منطقة البطن وبتكون مواجهة لتجويف البطن والفقرات القطنية من حيث حجمها هي أكبر الفقرات حجماً ومن حيث نوعها بتكون فقرات متمفصلة المجموعة الرابعة من العمود الفقري هي الفقرات العجزية وعدد الفقرات العجزية 5 فبيكون ترتيبهم في العمود الفقري من الفقرة 25 إلى الفقرة 29 ومنطقة تواجد الفقرات العجزية بتكون ما بين عزمتي الحركوفة في الحزام الحوضي حجم الفقرات العجزية بتكون عريضة ومفلطحة ومنحيث نوعها فهي فقرات غير متمفصلة يعني فقرات ملتحمة المجموعة الخمسة والأخيرة من العمود الفقري هي الفقرات العصوصية وعدد الفقرات العصوصية 4 فبيكون ترتيبهم في العمود الفقري من الفقرة 30 إلى الفقرة 33 وما كان تواجد الفقرات العصوصية بيبقى نهاية العمود الفقري ومنحيث الحجم في الفقرات العصوصية بتكون صغيرة في الحجم وبالحيث نوعها فهي فقرات غير متوفصلة يعني فقرات ملتحمة احنا قلنا ان عدد فقرات العمود الفقري 33 فقرة ولكن عدد عزام العمود الفقري 26 عظمة وده بسبب التحام من خمس فقرات العجزية معا كعظمة واحدة وبرضو التحام الاربع فقرات العصوصية كعظمة واحدة العمود الفقري بيحتوي على اربع انحنايات الانحناي الاول بيكون جهة الخارج في الفقرات العلقية والانحناي التاني بيكون جهة الداخل في الفقرات الزهرية والانحناي التالت بيكون جهة الخارج في الفقرات القطنية والانحناي الرابع والاخير بيكون جهة الداخل للفقرات العجزية والحصوصية تعالى بعد كده نعرف تركيب الفقرة العظمية الفقرة العظمية النمزوجية اللي هي الفقرة القطنية بتتكون من أول حاجة جسم الفقرة وده بيكون الجزء الأمامي السميج بعد كده بيبقى في الحلقة الشوكية أو الحلقة العصبية وده عبارة حلقة عظمية بتتصل بجسم الفقرة من الخلف وتحيط بالقلالة العصبية التي ينتد بدافنة الحبل الشوكي علشان يتم حمايته بعد كده بيكون فيه النتوئين المستعرضين وهم عبارة عن زايدتين عظميتين متصلين بجسم الفقرة من الجانبين وبيحول كل منهما نتوء مفصلي أمامي بعد كده بيكون فيه النتوء الشوكي وده عبارة عن زايدة عظمية موجودة في الخلف ومائلة إلى أسفل بتحملها الحلقة الشوكية والنتوء الشوكي بيحمل نتوئين مفصليين خلفيين وظيفة العود الفقري هو أنه بيعمل كدعامة رئيسية للجسم وبيحمي الحبل الشوكي وبيساعد في حركة الرأس والنصف العلوي من الجسم يبقى كده عدد النتوئات الموجودة في فقرة العظمية سبع النتوئات وعدد النتوئات المزدوجة في الفقرة النموذجية تلت أزواك وعدد النتوئات الفردية هو نتوء فردي واحد بس أنه هو النتوء الشوط الفقرات بتتمفصل مع بعضها من خلال النتوئات المفصلية فعندنا الفقرة السفلية بتتمفصل من خلال النتوء المفصلي الأمامي مع النتوء المفصلي الخلفي للفقرة اللي بتكون موجودة فوق منها الجزع هو المنطقة اللي بتتوسط جسم الإنسان وبتشمل الصدر والبط والحوض وعدد الفقرات المتمفصلة في منطقة الجزع هم 17 فقرة لأن الفقرات المتمفصلة الموجودة في منطقة الجزع بتشمل كل من 12 فقرة زهرية و 5 فقرات قطنية الفقرة اللي بتكون منصفة للعلق هي الفقرة الرقم 4 بينما الفقرة اللي بتكون منصفة للعمود الفقري هي الفقرة رقم 17 ودي بتكون الفقرة الزهرية العشرة نيجي بعد كده للجمجمة والجمجمة هي عبارة عن علبة عظمية بتتكون من جزئه جزء خلفي او جزء مخي لانه بيحيط بالمخ وجزء تاني امامي او جزء وجهي لانه بيحتوي على عظام الوجه الجزء المخي او الخلفي بيتكون من طمن عظام بتتصل ببعضها عند اطراف مسننة مناطق اتصال العظام ببعضها بيكون قوي جدا لانها بتشكل تجويف بيستكر فيه المخ وبالتالي وظيفتها ان هي تحمي المخ وبيكون موجود في قاعة الجزء المخي صقب او قناة اسمها الصقب الكبير والجزء ده بيتصل من خلاله المخ بالحبل الشوكي انما الجزء الامامي او الجزء الوجهي بيتكون من 14 عظمة ال14 عظمة بتشمل عظام الوجه والفكين ومواضع عضاء الحس اللي هم العزن والعين والانف فكده يكون عدد عظام الجمجمة 22 عظمة بالاضافة الى العظام الملحقة بالجمجمة اللي هم 6 عظميات للسمع 3 في كل جم زايد العظم اللامي فيكون عدد عظام الجمجمة بالعظام الملحقة يساوي 29 عظمة نيجي بعد كده للكفص الصدري والكفص الصدري عبارة عن علبة مغلوطية الشكل بيتصل من الخلف بالفقرات الزهرية واللي عددهم 12 فقرة وبيتصل من الامام بعظمة القص القفص الصدري بيتكون من 12 زوج من الضلوع وهم كان قاتل العشر ازواج الاولى بتوصل ما بين الفقرات الزهرية وعظمة القص في الامام والزوجان الاخيران اللي هم 11 وال12 بيكونوا صيارين وما بيتصلوش بعظمة القص علشان كده بيطلق عليهم اسم الضلوع العائمة وبيتصلوا بالفقراتين رقم 18 و19 للعمود الفقري اللي هم الفقرة ال11 وال12 الزهرية والضلع هو عبارة عن عظم مكوسة تنحني الى اسفل وتتصل من الخلف بجسم الفقرة العظمية ونتوءها المستهرة وعظمة القص هي عبارة عن عظم مفلطحة ومدببة من اسفل جزئها السفلي غضروفي بيتصل بها الى العشر ازواج الاولى من الضلوع وظيفة القفص الصدري هي حماية القلب والراتين بالاضافة الى ان حركة الضلوع المتكونة للقفص الصدري بتساعد في عملية التنفس بحيث ان الضلوع بتتحرك اثناء عملية الشهيك الى الامام والجانبين وبتتحرك اثناء عملية الزفير عكس اللي بيحصل في عملية الشهيك وبالتالي بتضغط على الرأتين فتخرج ان هو من الرأتين وبيكون مجموع عظام القفص الصدري 37 عظمة اللي هم 12 زوج من الضلوع يعني 24 عظمة زايد عظمة القفص يبقى كده 25 زايد 12 فقرة زهرية فبيكون المجموع الكل 27 عظمة وعدد العظام المتصلة بعظمة القفص هما 22 عظمة الـ 22 عظمة هما مجموع 10 ازواج الدلوع يعني 20 عظمة زايد 2 اللي هم عظمتي الطرق هو وبالتالي يكون مجموع العظام المتصلة بعظمة القفص 22 عظمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر